ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان ولكن حضراتكم اسمحولي أعلن أن غدا ستبدأ غمار المعركة الكبرى هي معركة معرض جالفود للصناعات الغذائية 94 شركة مصرية تشارك في هذا الحدث الجلل معرض ضخم العالم كله متجه إلى دبي بالإمارات العربية المتحدة حيث معرض جالفود في مركز التجارة العالمي مصر زي ما قلنا بتشارك ب94 شركة وعندها أكتر من 40 عائلة من الصناعات الغذائية بتشارك فيها عائلة بمنتجتها فتخالوا حضراتكم لما مصر تدخل ب40 عائلة ده بخلاف عدد المنتجات المتفرعة من هذه العائلات مصر عظيمة في الصناعات الغذائية وتطبق أفضل شروط سلامة الغذاء في صناعتها الغذائية وعندنا هيئة سلامة الغذاء قوية عارفة يعني إيه؟ شروط واشتراطات سلامة الغذاء في العالم هي ضوابط كلنا متفقين عليها ولازم لما نصدر نبقى قد الدول اللي احنا بنصدر لها طالما تدفع فلوس هي معركة شرسة من المنافسة الشريفة بياخدها الفريق القومي للصناعات الغذائية المصرية خلي بال حضراتكم هي منافسة زي لعبة كرة القدم زي لعبة كرة اليد زي أي لعبة في العالم ولكن هذه اللعبة اقتصادية وتجارية من سيربح هذه اللعبة هو الأقصر جودة والأقل سعرا كيف أقول لحضراتكم أن مصر فعلا عظيمة في الصناعات الغذائية احنا بننافس بكل شرف وضمير في الصناعة على الخضر والفاكهة المجمدة على العصائر على العسل الأبيض والمرباط على المطاحن على الخميرة على الحلويات على الليس ناكس على الماكرونات على الشعرية سريعة التحضير ده بخلاف الحلاوة الطحنية والطحينة والزيتون والمخللات والشاي وشاي الأعشاب وزيوت الطعام والسلصات والسوسات ومصنعات اللحوم والدواجن ومصنعات الألبان ومنتجات الألبان كلها أشياء تدعو للفخر بصناعة المنتجات الغذائية المصرية والجدع يسد معنا ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان ادعو لفريقنا من منتخب الصناعات الغذائية لأنه الأحق بهذا الدعاء حتى ننهض باقتصاد هذا الوطن حتى يمكن أن نوفر الغذاء الآمن لهذا الوطن والكل شققنا في الدول العربية ده كان آخر كلامنا النهاردة ببرنامج الجدعان انتظرونا الأسبوع المقبل أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان